بيبدأ الفيلم بوحدة ستة اسمها مارلو وهي في بيتها مع اولادها وبتكون مارلو متجوزة شخص اسم درو ومخلفين بنت اسمها سارة وولد اسمه جونا ومارلو حامل دلوقتي في الطفل التالت وبتكون مارلو مضغوطة جدا لان ابنها جونا عنده اطراب في النمو وبتكون مارلو بتعمل جلسات علاج لابنها بنفسها عن طريق ان هي تمشي فرشة على جسم ابنها كل يوم وبتكون فيه ضغوطات تانية كتير على مارلو غير مرض جونا زي حملها مثلا وكل الضغوطات دي بتكون مأثرة على مارلو بشكل كبير وما بتكونش قادرة تلاقي اي وقت نفسها وكل وقتها الاولادها والجوزها وبعد ما بتخلص مارلو جلسة العلاج اللي بتعملها لابنها بتنزل تتكلم شوية مع جوزها درو وبتقوله ان اخوها اللي اسمه كريج عزمهم بكرة علشان يتعشوا عنده واول ما درو بيسمع كده بيرفض الفكرة لان هو ما بيكونش متقبل كريج وعلاقته بيه مش كويسة لان كريج مغرور وبيعمله بتكبر خصوصا ان هو غني ومستوى المادي اعلى من مستواهم فبتقول مارلو لدرو ان الغرور ده طبع في اخوها وان هو بيعامل للكل بتكبر وبتعالي مش هو بس وبتفضل تقنعه ان هم بيروحوا لعزومة علشان كريج ما يزعلش منهم لحد ما هو بيقتنع وبيوافق وبييجي تاني يوم وبتسحى مارلو بدري وبتبدأ تجاهز اولادها علشان يروحوا للمدرسة ولما بتجاهزهم كلهم بتاخدهم علشان توصلهم للمدرسة وبنشوف مارلو بتتعب قد اي مع اولادها وكمية الجهد الكبير اللي بتبزلوا معاهم ولما بتوصلهم مارلو للمدرسة وبتيجي تركن الاربية بيفضل جونة يزعق ويصرخ وبيخبب برجليه في الكرسي وكل ده علشان ما بيكونش عاوز امه تركن في المكان ده فبتتدايق مارلو بتفقد عصابها عليه وبتزعله علشان يسكت ويوقف اللي بيعمله وبرضه ما بيسكتش فبتضطر ان هي تنفذ له طلبه وما بتركنش في المكان ده وبتركن في المكان اللي هو عاوزه علشان تخلص من زنه وبتخدهم مارلو وبتطلحهم المدرسة وبعدها بتطلع تقابل مديرة المدرسة اللي كانت طلبة تقابلها الضروري وبتتكلم المديرة مع مارلو وبتقولها ان ابنها جونة عامل مشاكل كتير في الصف سواء مع زميله او مع المدرسين وان هو مختلف عن باقي زميله وعلشان كده هو محتاج لرعاية خاصة وللاسف هم مش بيقدموا الرعاية دي في المدرسة عندهم وبتنصحها تدور له على مدرس خاص يهتم بيه ومن الاخر بتكون بتقولها بطريقة غير مباشرة ان هم مش عاوزين جونة في المدرسة فبتستأذنها مارلو ان جونة يفضل في المدرسة لحد ما تقدر تلاقي مدرس خاص ليه فبتوافق المديرة وبتمشي مارلو من المدرسة وهي متأثرة وزعلانة علشان حالتهم المادية مش كويسة ومش هيقدروا تحملوا تكاليف مدرس خاص وبعد المدرسة مارلو ودرو بياخدوا الاولاد وبيروحوا البيت كريج علشان العزومة ولما بيوصلوا لهناك كريج وامراته اللي اسمها ليس بيستقبلوهم وبيرحبوا بيهم وبعدها كريج وامراته بيفضلوا يتفخروا بحاجتهم الجديدة والغالية وكأنهم يعني بيغزوهم ومارلو ودرو بيكونوا متضايقين ومش مرتاحين من الجو ده لحد ما كريج بيطلب من مارلو ان هو هيتكلم معها على انفراد وبيقول لها كريج ان هو هيتديها هدية مميزة جدا بمناسبة المولود الجديد اللي جاي في الطريق فبتقول له مارلو ياريت لو الهدية دي تكون فلوس لان وسرتها بتمر بظروف صعبة الفترة دي ومحتاجين فلوس فبيقول لها كريج ان الهدية بتاعته احسن من الفلوس والهدية دي هي مربية ليلية تعتني بالاولاد وتخلي بالها منهم علشان يخفف الضغوط اللي على مارلو ويخليها ترتاح شوية من الاولاد واصداعهم فبترفض مارلو الفكرة دي نهائي وبتقول له ان هي مش عايزة حد غريب يفضل مع اولادها لكن كريج بيفضل يقنعها وبيقول لها ان الفرصة دي متتفوتش وان المربية اللي هو جايبها لها دي مميزة جدا وهتشيل عنها كتير وبيديها كريج ورقة فيها رقم المربية دي وبيقول لها تعيدي التفكير في الموضوع ولو غيرت رأيها تتصل بالمربية وتستدعيها وهو هيتحمل كل التكاليف بتاعتها فبتقول له مارلو ان هي هتبقى تفكر في الموضوع وترد عليه وبعدها بتمشي مارلو مع جوزها واولادها وفي الطريق بتحكي الجوزها على موضوع المربية وبتسأله على رأيه فبيقول لها دروو ان دي فكرة كويسة جدا خصوصا ان الضغوطات اللي عليها هتزيد اكتر واكتر مع ولادة الطفل التالت وهي مش هتقدر توفق بين كل الالتزامات اللي عليها دي وهتكون محتاجة مربية تساعدها فعلا ورغم كده مارلو مش بتقتنع بالفكرة برضو وبتبقى لسه رفض الموضوع وده علشان هي واخد فكرة وحشة عن المربيات ومش قادرة تغيرها والفكرة دي ان المربيات دول عبارة عن قتل وسفحين وبيقتلوا الاطفال الصغيرة واهل الاطفال كمان وعلشان كده بتفضل مارلو ورفض فكرة المربية رفض تام وبتعد الايام وبيجي يوم ولادة مارلو وساعتها بتولد مارلو بنت جميلة شبهها وكريجو مراتو بيجو يزوروا مارلو في المستشفى وبيبركلها على المولودة الجديدة وبتكون مارلو سعيدة وفرحانة بنتها اللي لسه مولودة لحد ما بتخرج مارلو من المستشفى وبترجع للبيت وبتبدأ معانتها مع الاولاد والمرة دي الدوطات والالتزامات اللي على مارلو بتكون اكتر من الاول بكتير وعلى مدار ايام بتعيش مارلو ايام صعبة جدا بسبب كل الحاجات اللي غراها وبتكون في قمة الارهاق بالمعنى الحرفي واللي بيكمل عليها اكتر ان مديرة المدرسة بتستدعيها مرة تانية علشان تكلمها في موضوع جوناتاني وبتقولها ان عدى فترة وهي لسه ما جابتش مدرس خاص لابنها وان هما مش هيقدروا تحملوا جونات مدرستهم اكتر من كده وبتبلغها ان هي تفصلوا من المدرسة خلاص فبتتدايق مارلو وبتزعل على ابنها وبتتخاني خناها كبيرة مع مديرة المدرسة وبتسيبها وبتمشي وبتنزل مارلو العربية علشان تمشي لكنها بتلاقي الطفلة الصغيرة عمالة عاية وتصرخ فمش بتقدر مارلو وتستحمل كل اللي بيحصل ده وبتفضل تصرخ في الشارع من الضغط النفسي الشديد اللي هي فيه ولما بيجي الليلة وبيرجع دروه من الشغل بيلاقي مارلو بتقوله ان هي قررت تتصل بالمربية فبيقول لها دروه ان بكده اخوها هيتكبر عليهم اكتر وهيعاملهم بغرورة علشان هيتفعلهم مرتب المربية لكن مارلو ما بتهتمش بكل الكلام ده وبتفضل مصرة ان هي تجيب المربية علشان تشيل الهم عنها شوية وبعدها بتوصل للمربية للبيت وبيكون اسمها تاري واللي مارلو بتنصدم اول ما بتشوفها علشان بتلاحظ ان سنها صغير ومش مناسب ابدا للاعتناء بالاطفال وبتواجهها مارلو بالكلام ده فبتقول لها تالي ان هي شكلها يبان صغير ولكن هي كبيرة وبتوضح لها برضو ان هي مش جاية تعتني بالاطفال لكن جاية تعتني بيها هي فبتستغرب مارلو ما بتكونش فاهمة هي توصو دي وبتطلب منها توضح لها فبتقول لها تالي ان الاطفال الصغيرين بيتأثروا بحالة الام وبيقدر يحسوا بيها ويعرفوا هي حاسة بايه بالزب وطول ما هي كويسة ومرتاحة الطفلة هتكون مرتاحة زيها وعلشان كده هي جاية تشيل العيب عنها وتخليها ترتاح شوية وبالتالي الطفلة هتكون احسن وفي حالة كويسة وبتطلب تالي من مارلو ان هي تطلع ترتاح وتنام و هي هتعتني بالطفلة وبالفعل بتطلع مارلو لقضتها عشان تنام لكنها بتكون قلانة وخايفة عالطفلة خصوصا ان هي شايفة ان تالي صغيرة وبتكون حاسة ان هي ما عندهاش خبرة في الشغلانة دي لكن بتحاول تقنع نفسها ان كل حاجة هتكون تمام ولما بيجي تاني يوم بتصحى مارلو وبتلاقي البيت نظيف ومترتب وما فيش اي حاجة تخليها تقلق فبتخرج مارلو مع درو وبتحكيله عالمربية وعلى تنظيفها للبيت والاهم من كده ان هي خلي بالها كويس من الطفلة وبتقول مارلو لدرو ان ان بارح بس اول يوم تنام وترتاح من فترة كبيرة جدا ولما بيجي الليل بتيجي تالي للبيت علشان تعتني بالطفلة وبتقعد مارلو معاها وبتشكرها على تنظيفها للبيت وكمان عشان هي بتخلي بالها من بنتها وبيقعدوا تدردش وسوا مع بعض وبتحكيلها مارلو عن كمية المشاكل والضغطات اللي في حياتها زي مشكلة ابنها جونة اللي وديته لتلت اطباء علشان يتعالج لكن كل طبيب فيهم كان ليه تشخيص مختلف عن التاني وما ادرتش تستفاد منهم باي حاجة ولا لقت حتى علاج لابنها عند ولا واحد فيهم وكمان مشكلتها مع بنتها الكبيرة صارة لانها عنيدة جدا وبتعمل معهم اشاجل كتير في البيت وده غير ان هي دايما مشغولة معهم ومع البيت ومش قادرة تلاقي اي وقت لنفسها فبتطمنها التالي ان هي جاية تسعيدها في كل حاجة مش بس الاعتناء بالطفلة الصغيرة فبتفرح مارلو من معامل التالي اللطيفة وبتعرف على بعض اكتر وبيكونوا اصحاب ولما بيجي تاني يوم بتصحى مارلو وبتلاقي تالي خبزت لها كيكات كتير فبتاخد مارلو الكيكات دي وبتروح للمدرسة وبتخلي جونة يوزحها على زميله في المدرسة وكمان يودعهم علشان هتنقله لمدرسة جديدة وبتروح مارلو لمديرة وبتيدسزر له على اللي حصل منها وعلى المشكلة اللي هي عملتها معها المرة اللي فاتت وبتقول لها ان هي قررت خلاص ان هي تنقل جونة لمدرسة تانية لكن كانت عايزة تعتزر لها قبل ما يسيبه المدرسة فبتسمحها المديرة وبتتمنى التوفيق لجونة في المدرسة الجديدة اللي هيروحها ولما بيجي الليل بتيجي تالي للبكة العادة وبتشكرها مارلو على الكيكات اللي هي عملتها وعلى مساعدتها ليهم وبعدها بتسيبها مارلو مع الطفلة وبتطلع تتكلم مع جوزها اللي بيكون بيحضر شمطته وده لان هو بيكون وراسة فريط شغل ضرورية وهيضطر يغيب عنهم كام يوم فبتقعد مارلو معاه عشان توهدعه ولما بيجي تاني يوم بتصحى مارلو وبتروح توصل جونة للمدرسة الجديدة في اول يوم دراسي لي لكن اول ما بيدخله للمدرسة بتيجي حالة اضطراب لجونة وبيفضل يصرخ ويعاية بشكل هستيري فبتحاول مارلو ان هي تهديه وتسكيته لكن من غير اي فايدة وفي اللحظة دي بيتدخل مدرس من المدرسة وبتعامل مع جونة وبيفضل يتكلم معاه بالراحة لحد ما بيخليه يهدى فهنا بتتطمن مارلو على جونة بعد ما بتتأكد ان هو في المكان الصح وان هم هنا هيهتموا بيه ويوفروا له كل اللي هو محتاجه وبتعدى الايام وبتبدأ حياة مارلو وتتغير 180 درجة وبترجع تهتم بنفسها وتلعب رياضة وتجري كتير وكمان بتلعب مع اولادها وبتتقرب منهم وكل ده بيكون بفضل تالي اللي شالت عنها اهم كبير وريحتها من الضغطات اللي كانت فيها وكمان علاقة تالي ومارلو التوارد وبقى وعزة اصحاب ومقربين من بعد بشكل كبير فبتحكي مارلو لتالي ان حياتها مع جوزها مش كويسة اوي لان هو شخص تقليدي ومميل لكن هي بتحبه ومقدرة ظروفه لان هو ما كانش كده وكانوا عايشين مع بعض قصة حب استثنائية لكن كل ده اتغير بعد ما خلفه وبدأ كل واحد فيهم ينشغل عن التاني وبدأوا يبعدوا عن بعض بالتدريج فبتفضل تالي تديها شوية نصائح علشان تتقرب من جوزها وتحسن علاقتها معاه وبالفعل بتتحسن حياة مارلو ودروه بعد ما بتطبق نصائح تالي وكل حاجة بتكون تمام وفي يوم مارلو بتاخد قسرتها وبيروحوا الحفلة عائلية وهناك بتندمج مارلو مع الاجواء وبترسم على وشها زي الاطفال وبتطلق تغني وبترقص مع بنتها وفعلا بتكون مارلو مستنتع بوقتها جدا لدرجة النجوزها واخوها بيتفرجوا عليها وبيكونوا مش مصدقين عينيهم ولما بيجي الليل بتتفاجئ مارلو ان تالي جاء البيت وهي زعلانة ومتعصبة علشان حصلت لها مشكلة مع زملتها في السكن وعلشان تالي بتكون مضايقة جدا بتعرض على مارلو انهم يخرجوا وتفسحوا علشان يفصلوا شوية من كل المشاكل والهموم اللي في حياتهم وان كده كده الطفلة نايمة ولو صيحت من النوم فبقها موجود وهايعتني بيها وفي الاول مارلو بترفض الفكرة وبتقولها ان هي ممكن تاخد اليوم ده اجازة وخلاص لكن تالي بتفضل تلاح عليها لحد ما بتخليها تغاية رأيها وبتوافق وبتسيب جوزها واولادها وبتخرجوا معاها فبيخرجوا الاتنين مع بعض وبيروحوا للمدينة وبيفضلوا اشربوا ويرقصوا ويستمتعوا بوقتهم سوا وبعدها بيعودوا يتكلموا مع بعض ويدردشوا والمفاجأة ان تالي بتقول مارلو ان هي هتستقيل ومش هتشتغل مربية عندهم تاني وان هي ما كانتش عايزة تبلغها بالخبر ده في البيت وكمان كانت عايزة قد وقت معها قبل ما يبعدوا عن بعض فبتترجاها مارلو ان هي تفضل معها لان هي واسرتها محتاجينها لكن بتقولها تالي ان هي مش هتغير رأيها فبتسألها مارلو عن سبب استقالتها دي فبتقولها تالي ان هي كانت محتاجة تشغل نفسها في وقت الفراغ بس وفي الوقت الحالي هي مش محتاجة الشغل ده ولا عايزة تشغل نفسها باي حاجة فبتنصدم مارلو من الكلام ده وبتسيبها وبتمشي وهي حزينة لكن تالي بتروح وراها علشن ما تسيبهاش لوحدها في الحالة دي لكن مارلو ما بتكونش عايزة تمشي معاها وبتحاول تهرب منها وبتركب عجلة وبتتحرك بيها بسرعة كبيرة ورغم كده بتفضل تالي وراها لغاية ما بيترجحها للعربية علشان يرجعوا البيت وبتسوق مارلو العربية لان كده كده هم الاتنين شاربين كتير وما حدش فيهم في كامل وعيه علشان يسوق فقررت مارلو ان هي اللي تسوق العربية والتالي ما ما نعيدش قرارها وفي الطريق بيفضلوا يتكلموا مع بعض وبتسألها مارلو هي هتعمل ايه من غيرها بعدما هي خلاص سبت الشغل فبتقولها تالي ان هي متأكدة ان هي هتعرف تدبر امورها وتعتني بنفسها وبالاولاد زي ما كانت بتعمل قبل كده وبتفضل تالي تطمنها ان كل حاجة هتكون بخير وان مش هيبقى فيه اي مشاكل هتحصل وبعدها بيسكتوا وبيوقفوا كلام فبتبدأ مارلو وتروح في النوم لحد معنها بتغفل وبتفقد السيطرة على العربية وبتعمل حدثة وبتنزب العربية في النهر وبعدها بتتنقل مارلو للمستشفى وبيكون دروجا بها وزعلان عليها جدا لان الحادثة كانت قوية جدا وبتيجي الدكتورة المسؤولة عن مارلو وتتكلم مع دروح وبتسأله لو مارلو بتعاني من اي امراض عقلية فبيقولها دروح ان هي كان عندها اكتئاب ما بعد الولادة ومرت بظروف صعبة شوية لكن بعدها في مربية جات وهتانب بيها وبالاولاد وكل حاجة كانت جويسة فبتستغرب الدكتورة وبتقوله ان مارلو بتعاني من ارهاق شديد وحرمان من نوم وبتسأله الدكتورة عن المربية اللي جات دي وعن اي تفاصيل عنها فبيقولها دروح ان هو ما شافهاش ولا مرة ومارلو كانت دايما بتحكيله عنها مش اكتر فبتشكره الدكتورة على مساعدته وبتطلب منه يروح لموظفة الاستيبال علشان عايزين يعرفوا منه شوية معلومات عن مارلو فبيروح دروح لموظفة الاستيبال وبيقولها على كل المعلومات اللي محتاجينها واللي من ضمنهم ان اسم امراته قبل الجواز كان تالي ولما تجوزته بقى اسمها مارلو وهنا بنفهم ان كل اللي حصل لمارلو ده عبارة عن اوهام وان ما فيش مربية اسمها تالي جات البيت اصلا وان تالي اللي هي شافتها دي هي هي نفسها وهي شابة صغيرة قبل ما تتجوز وان من كتر الاجهاد والضغط والارهاق اللي هي كانت فيه بدأ عقلها الباطن يتخيل كل ده علشان يخليها تهرم من الواقع وان كل اللي هي كانت محتاجها ان هي ترتاح وتفصل عن كل ده وكمان كانت محتاجة صديقة تتكلم معها وتفاض فضلها علشان تديها نصايح للمشاكل اللي بتواجهها ولما ما قدرتش تلاقي كل ده عقلها اخترع كل ده بنفسه وخلها تعيش في الاوهام وبنشوف كل اللحظات اللي مارلو كانت متخيلة نفسها قعدة مع تالي فيها واللحظات اللي كانت مارلو معتقدة ان تالي بتعتني بالطفلة بتاعتها وبنكتشف ان كل ده كانت مارلو هي اللي بتعمله ولكن عقلها كان رسم لها خيالات وكان مفاهمها ان فيه شخص تاني بيساعدها وبيعمل كل ده مكانها كان نوع من انواع تخفيف الضغط والارهاق اللي هي كانت بتمر بيه وبعد ما بتفوق مارلو في المستشفى بتظهر لها تالي للمرة الاخيرة وبتقول لها ان هم مش هيقدر يشوفوا بعض تاني وده لان مارلو خلاص بدأ تتعالج وعقلها خلاص بدأ يتعافى ويتحسن وبعد اللي حصل لها عقلها قرر يتخلى عن الاوهام دي وقرر كمان يتخلى عن شخصية تالي الخيالية وبتودع مارلو للابد وبتمشي وبعدها بيجي درو يتكلم مع مارلو بعد ما اعرف بان ما فيش مربية جات البيت من الاساس وعارف المشاكل العقلية اللي حصلت للمراته ونتيجة كل الضغطات اللي كانت بتتعرض لها فبيتكلم معها وبيعتذر لها ان هو ما كانش مهتم بها كويس وبيقول لها ان كان كل اهتمامه بالشغل وبالاولاد وبيوعدها ان هو هيصلح كل ده وهيحاول يشيل الابقة عنها وهيعمل لها اي حاجة تحتاجها لان هو بيحبها وبيحب الاولاد فبتقول له مارلو ان هي كمان بتحبه وبتحب الاولاد وهتحاول علشانه ان اللي حصل ده ما يتكررش تاني وبيحضنه بعض وهم متأثرين وبعدها بتستعيد مارلو صحتها وبتخرج من المستشفى وبترجع لبيتها والاولادها من تاني وبتروح مارلو علشان تعمل الجلسة اللي بتعملها لابنها جونا وتمشي الفرشة على جسم جونا ولكنه بيرفض وبيقول لها ان هو حاسس ان الجلسات دي مش بتجيب اي نتيجة وان هو ما بيحبش الجلسات دي اصلا لكن هو بيحب اللحظات اللي هي بتبقى جنبه فيها وبتهتم بي فبتحس مارلو ان جونا بدأ يتعالج ويتعافه كمان وده بسبب المدرسة الجديدة اللي هو رح لها فبتفرح مارلو بي وبتوعده ان هي تفضل جنبه على طول وبعدها بتسيبه مارلو وبتروح تحضر لهم الاكل وبتلاقي جوزها درو جاي يساعدها في تحضير الاكل علشان يخفف عليها شوية من الاعباء اللي بتواجهها وبكده تكون قدرة مارلو تتخطى الازمة النفسية والعقلية اللي حصلت لها وبيخلص الفيلم ما تنساش تولينا رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا افلام نلخصها في التعليقات وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف حشان تتابع الملخصات الكوميدية